لملمة البرلمان بعد مقتل صالح هذا هو التحرك السياسي البارز في اللحظة السياسية الراهنة ذات الصلة بما تبقى من مؤسسات دستورية تحت قبضة الانقلاب الذي أصبح منزوع الغطاء السياسي وبات الانقلاب هو الحوثي والحوثي هو الانقلاب حتى إشعار آخر وترتيبات أخرى متابعون يؤكدون أن دور هذه سيتعزز أكثر بعد مقتل صالح وأن النصاب البرلماني سيرتفع إذا تم الاشتغال على لملمة شتات المجلس صاحب القصة الطويلة في اليمن الذي يقترب من عقد ونصف وقد يدخل موسوعة جينيس كصاحب أطول دورة برلمانية في التاريخ شتات البرلمان وشتات حزب المؤتمر أكثر العناوين السياسية الحاضرة في أروقة السياسة اليمنية المؤثرة في الحرب والمتأثرة بها ويبدو أن لملمة البرلمان إذا تمكن من عقد جلساته في العاصمة المؤقتة سيخلق توازنا بين القوى السياسية في جسد الشرعية الحديث عن البرلمان ليس بمعزل عن التحركات السياسية التي تجري في اليمن والمنطقة وكذا المتغيرات السياسية التي بدأت تلوح في الأفق وأبرزها سحب البحثة الروسية من صنعاء والتوجه إلى الرياض لتصبح صنعاء في عزلة دولية متكاملة والحوثي هو الحاضر الوحيد فيها البرلمان محور مهم من محاول المعركة السياسية والمؤسسية بين القوى الانقلابية والشرعية التي تسعى لاستكمال مؤسساتها الدستورية وتخليص تلك المؤسسات من قبضة الانقلاب في ظل الحديث عن نقل جلسات المجلس إلى عدن وممارسة عمل البرلمان من العاصمة المؤقتة مصادر حكومية أكدت أن الحكومة ضمنت حضور 138 عضوا وهو العدد المطلوب لعقد الجلسة واكتمال النصاب قبل مقتل صالح وهذا العدد مرشح للزيادة خصوصا بعد الزيارة الأخيرة لرئيس الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر إلى الرياض الأنظار تتجه للتحركات التي تسعى لتفعيل البرلمان الذي يبدو أن الأملمة ستفضل توازنات وتحركات ذات صلة بإدارة الأزمة اليمنية التي تفتقر للحضور المؤسسي لتكتمل دوائر الدولة الثلاث الرئاسة والحكومة والبرلمان اشتركوا في القناة